بأداء كبير وراق وجمهور يمني محفز ظل يهتب باسم اليمن في ملعب الأمير محمد في العاصمة الأردنية عمان نجاح منتخبنا الوطني للناشئين بقيادة المدرب الوطني سامر فضل في تجاوز نظيره الأوماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في أولى أمباريات بطولة غرب أسيا للناشئين المقامح حاليا في العردن الشقيق في إطار المجموعة الثانية التي تضم أيضا المنتخب السعودي شوط المباراة الأول شهدت فوق يمني ترجم أفضلية مواهب أسود السبب حيث تقدم منتخبنا بالهدف الأول في أول عشر دقائق من عمر المباراة بواسطة اللعب أحمد طلال ثم أضاف منتخبنا هدفا آخر عبر اللعب علي ديليوت ترجم سيطرة منتخبنا على هذا الشوط لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدفين دون رد متجاوزا الأعداد البسيط الذي قدم للمنتخب في شرق اليمن وتحديدا في مدينة الموكلة من دون أي مباراة ودية دولية شوط المباراة الثاني شهد رجوع المنتخب العماني للمباراة من خلال تقليص الفارق مع منتخبنا بخطأ من أحد مدافعين لكن أسود سبا وصلوا الضغط على المنتخب العماني في ملعبه وصنعوا فرصا عديدة على مرمى حارس المنتخب العماني ولولا الاستعجال ورعونا من بعض لعبين وسوى الحظ لستطاع منتخبنا الخروج بنتيجة كبيرة من النتيجة التي آل إليها اللقاء وشهدت الدقيقة الثمانين من عمر المباراة أعلان تسجيل منتخبنا هدفا ثالثا سيطر به لاعب هنا تماما على اللقاء لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف ويتصدر منتخبنا مجموعته الثانية مؤقتا حيث يلتقي المنتخب السعودي الجمعة المقبلة لتحديد متصدر هذه المجموع